يعني أنا عندي رسالة الشق الأول منها إلى أخواننا وسادتنا الأساقفة والمطرال والكاردينالات وبقية العناوين المحترمة في المكون المسيحي إذا كانت لديكم أية معلومات وتشعرون بالغبن وتعرفون أن هناك قصدية وتتوفر حقائق قد أخفيت من هذا الطرف أو ذاك فأنا مستعد أن أتي هناك وألتقيكم على الهواء مباشرة لتقدموا مظلوميتكم أمام الرئي العام ضد كائن من يكون لأن أنتم جزء من العراق ومكون أصيل لكن لا نريد أن تستغل هذه للفتنة بين الأديان لأن هناك أجندات قد تعيدنا إلى المربع الطائفي والمكون المسيحي من المكونات المحترمة الشق الثاني من الرسالة إلى أهالي الحمدانية قاطبة وبالذات أهالي الضحايا عليكم إقامة دعاوة قضائية على كل من ورد إسباب التحقيقات مدير بلدية قام مقام أبو السياحة أبو الكهرباء أبو التفتيش أقيموا دعاوة قضائية بأنهم كانوا المتسببين بالإهمال والتقصير وعدم تطبيق القانون أنتم بعدنا مئة شهيد وعدنا بالآلاف كلكم قوموا دعاوة مجيب القضاء حتى تقدرون تأخذون حقكم الشيء الثالث بالرسالة إلى السيد دولة رئيس الوزراء المحترم عليك الآن وهذا ري يحتمل الصحة ويحتمل خطأ أن تبعث على كل رجالات الدين من أساقفة ومطران وكل الأقليات الدينية التي تشعر بالضيم والحرج وأن تلتقي بها وأن تطمنها على أنها جزء من العراق استمعت لما قاله السيد أن نائب محمى خليل أن نائب محمى خليل نائب عراقي وشغل عدة مناصب بالحكومة العراقية وفي إقليم كردستان يقول نفكر بالهجرة الآن هذه الشريحة يا دولة رئيس أما أن تذهب إليهم وتجتمع معهم في كناسهم أما يزورونك في مكتبك ترجمة نانسي قنقر